ونتابع في السعودية مشاهدينا ولكن في موضوعنا آخر تم إقرار بنود لائحة الترخيص لدور العرض السينمائي وذلك بعد استكمال جميع الشروط والاعتبارات النظامية بالتنسيق مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية المعنية وقد حددت اللائحة ثلاثة أنواع من الترخيص هي إنشاء دار السينما ورخصة مزاولة نشاط تشغيل دور السينما ورخصة تشغيل دار السينما بنوعيها الثابت والمؤقت وأكدت في هذا الإطار وزارة الثقافة والإعلام أن قطاع السينما مهم للثراء الثقافي والإبداعي ويمثل نقطة تحول مفصلية نحو بناء اقتصاد ثقافي في المملكة هذا إضافة إلى كونه محفزا لقطاع الخدمات والترفيه ومساهما أيضا في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي كما نشاهد وفتح الباب على سوق محلية هائلة يبلغ حاجم هذا السوق ثلاثين مليون نسمة هذا علاوة على ما يوفره هذا القطاع من فرص عمل جديدة للمواطنين وأشارت الوزارة إلى أن الهدف هو إنشاء صناعة إعلامية منافسة وقادرة على المنافسة هذا من خلال دعم إنتاج المحتوى الإيجابي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر